أكثر الذين يحرفون بالشريعة قديم وحديثاً هو من هذه التأويلات الفاسدة التي لا يقوم عليها دليل صحيح ولهذا اشترط أن الرجوع للكتاب والسن بفهم السلف الصالح يعني بفهم الصحابة أما إنسان يأتي بفهم الآن ما قال به الصحابة فهذا يدل على أنه خالف الصحابة ولذلك تجد بعضهم يجتهد الآن ويقول هم رجال ونحن رجال ليست المسألة بالرجولة ليست المسألة بالرجولة أن الرجل مثل الرجل يختلف الرجل مثل الرجل في بعض الأحكام لكن في فهم القرآن والسنة فإن فهم الصحابة مقدم لأنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وفسر لهم الرسول وعايش الرسول وعرفوا الحق وعقولهم وقلوبهم سليمة ولغتهم صحيحة وفهمهم صحيح فلا يأتي أحد يخالف إجماع السلف ثم يقول هم رجال ونحن رجال وهذه الفوضى الفكرية المعاصرة التي يخبط كثير من الناس في تفسير الآيات والأحاديث من عند نفسه ويأتي بأدلة ولذلك حتى استغنوا عن تطبيق الصحابة والسلب لكثير من المسائل والأحكام وقالوا هم يفهمون فهماً ونحن نفهم فهماً آخر وهذا ما اشتهر عند من يسمون أهل الحداثة فإنهم يأتون بمعاني ليست المعاني الصحيحة التي فسر بها السلف القرآن والحديث ولهذا الواجب على طالب العلم إذا أراد أن يرجع فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة خاصة الكتب التي يروون المعاني بالإسناد مثل تفسير بن جرير الطبري البغوي بن كثير وغيره من التفاسير وأيضاً بعض التفاسير ذكرت في الأحاديث وبوب عليها أهل السنن فيرجع إلى هذه أما التفسير بالرأي والهوى من غير دليل خاصة إذا كان مصادم لتفسير صحيح إذا كان مصادم لتفسير صحيح جاء عن السلف الصالح فهذا لا يلتفت إليه